جرائم حرب وحشية هكذا وصفها عمدة كييف الذي عبر عن صدمته إزاء الجرائم التي ارتكبها الجنود الروس في بلدة بوتشا الوقاعة شمال غرب العاصمة الأوكرانية حيث الجثث المتناثرة في الشوارع والطرق المتكدسة بالحطام فعلى الرغم من استعادة وزارة الدفاع الأوكرانية السيطرة على كامل العاصمة كييف وانسحاب القوات الروسية منها والتي اعتبرتها موسكو على أنها بادرة من قبلها إلا أن الأدلة تتزايد على استهداف المدنيين في بعض المناطق الأوكرانية والتي انكشفت بعد انسحاب القوات العسكرية الروسية وزير الخارجية الأوكرانية اتهم روسيا بارتكاب مجزرة متعمدة في بوتشا غدات العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية مطالبا بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع لتنهال المطالب الغربية بمعاقبة روسيا على جرائمها ضد المدنيين في أوكرانيا وبينما تسمع أصوات الانفجارات بين الحين والآخر في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا القوات الروسية شنت هجمات دمرت مصفات نفط في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا وضربت البنية التحتية الحيوية وهي على الأرجح مستودع وقود بالقرب من مدينة أوديسا السحرية التي تعد القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية لكن على سعيد المفاوضات كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين أن موسكو وافقت على مقترحات أوكرانية وهو ما يعزز الأمل بأحراز تقدم لوقف الحرب مبينا أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني ونظره الروسي سيعقد على الأرجح في تركيا